فيما يخص العراق يعني حقيقة خصوصا في عام 2024 في الأشهر الخمسة الماضية نعم فككنا الكثير من الشبكات كم شبكة؟ نعم كم شبكة؟ يعني حقيقة هناك عدد محدد معين حقيقة أنا أدي أعداد اللي أنت جنابك ذكرتها فيما يخص عدد الملقى القبض عليهم والمحكومين مزين نعم 1800 نعم خلال الأشهر الخمسة الماضية نعم هاي الـ 1800 فش قد من الـ 1000% من هذا العدد أجانب؟ بالنسبة للأجانب فهي مسألة الهجرة الغير شرعية اللي قادمة من دول الجوار يعني من أغلبهم من الجنسية السورية نعم يعني تدري موضوع الهجرة يتعلق بأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية فحقيقة الهجرة للأعداد الهجرة الغير شرعية أعداد كبيرة تم القبض عليهم من قبل القطاعات الأمنية وخصوصا الجريمة المنظمة المعنية بهذا الموضوع نعم واغلبهم يتم تسفيرهم عن طريق الإقامة لمخالفتهم شروط الإقامة والدخول الغير شرعي نحن هنا نجاي نتحدث عن متهمين لو عن ضحايا لا عزيز الهجرة الغير شرعية هذا متهم دخل بصورة غير شرعية هاي مخالفة لقانون الإقامة لقانون الإقامة ما لها علاقة بجرائم الإتجار بالبشر لا ما لها علاقة ولكن الأشخاص المسؤولين عن نقل هؤلاء الأشخاص مثل ما نص المشرع العراقي يحاكمونه في جرائم الإتجار بالبشر جزء من هذه الجرائم هي عملية الهجرة غير الشرعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة